موسيقى أهلا بكم إلى كلام بيروت نتائج القمة الاقتصادية العربية الرابعة في بيروت وما انتهت إليه تصدرت صحف بيروت التي تناولت الإمكانات المتاحة لتنفيذ ما دعا إليه لبنان لجهة إنشاء صندوق عربي للنازحين وإعادة الإعمار هذا العنوان وغيره من العنوين لسيما المتعلقة منها بالوضع النقدي والمالي في لبنان أتابعها مع ضيفي الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة والكاتب أيضا بجريدة الجمهورية أهلا وسهلا بك للمشاهدين الكرام وبتشكرك على الدعوة الكريمة سترولا أهلا وسهلا بك رح نعرض بالقسم الثاني من الحلقة ما قالك اليوم يلي ركز فيه على وضع الليرة وليش برأيك وضع الليرة مطمئن ولا خوف عليه إنما سنبدأ من القمة العربية كاريكاتور أرمى حمسي بجريدة النهار رسم من دون تعليق من منفخ تضغط عليه يد قطر لدخل هواء بدولاب سيارة مستوى التمثيل في القمة العربية نجحت قطر بها المهمة؟ يعني هلا أكيد إذا يعني بتمنى أنه يكون في شوية موضوعية عند اللي بدو يتسمى علينا ما يكون شوية صغيرة أهي بعتقد أنه صار في قطف لألة يعني تم قطفة للقمة من قبل قطر وبعتقد أنه نعم ضرب سياسي زكي فرصة صمحت لقطر لأنه للأسف غياب الدول العربية أنا بتأسف عليه بغض النظر عن الخلاف القطري الخليجي أنا بالنسبة لأيلي شخصيا بيعتبر أنه ما في فرق بالنسبة للبنان بين قطر وبين السعودية وبين الإمارات بس أطفوها مبارح أطفوها يعني قطر أعتقد أخذت شوية صغيرة سبقتهم بخطوة للدول الخليجية الأخرى مبارح لأنه كانت السيحة فاضية كانت السيحة فاضية وقطر إجت وقفت بكل بساطة منتأسف أنه ما كان فيها الوزن الإماراتي والسعودي اللي لازم اللي بيفرضوا يعني وجود الملك السعودي بهايبته بهذا كان له وزن كتير كبير من ناحية نظرتنا لهالقمة أو من ناحية النتائج لأنه أكيد مثلا مثل المبادرة مبارح اللي صارت من قبل الكويت دغري ردت علي القطر بمبادرة حطت كمان 50 مليون دولار بزيت الطريقة يعني معناتها أنه لو كانوا موجودين حقيقة بالوزن المطلوب كان فيه توازن أكتر مستوى يعني مستوى الصف الأول بعتقد بعتقد هيكي كنت كتبت اليوم دكتور جاسم بما يتعلق بهالموضوع تحديدا أنه الاشتباك السياسي الداخلي والإنقصام العربي واللي أدى لاحقا لإلغاء العديد من الرؤسة مشاركتهم أدى لتراجع التفاؤل بالقرارات يلي صدرت مبارح من بعد ما يعني شفت القمة تبعت مجرياتها وما انتهت إليه هل برأيك يعني بعدك على موقفك بالنسبة لتراجع التفاؤل يعني ما في ما قدمت شي جديد القمة لا أكيد القمة أكيد فرضت لبنين فرضت لبنين كبلد عربي شئنا أما بينا نأجو ولا ما أجو فرضت لبنين لبنين عنده رئيس وعنده رئيس حكومي وعنده وهذه نقطة أساسية يمكن بتسبق البقوي عنده ثبات أمني قادر يستقبل رؤسة دول بدون أي مخاوف يعني معناته أنه الأمن ممسوك يعني معناته أنه الاقتصاد مثل ما بقوله بيقدر الواحد يستثمر بالاقتصاد بدون أي مخاوف نحنا بنعرف أنه العنصر الأمني هو العدو الأساس للإقتصاد وللاستثمارات وبالتالي لا بعتقد بالإجمالي أنا مثل ما بقوله متفائل من ناحية تدعيات هذه القمة ولكن اللي بيخليك تسيري بهالمود السلبي شوي هو توقعاتك اللي كانت قبل القمة يعني أنا بقول أنه هذه فرص خسرنيها أنه خسرنيها نحن كلبنانيين وخسرنيها كعرب لأنه الدول العربية هذه كانت فرصة لقلهم ليرجعوا يحكوا مع بعضهم يعني اليوم هل من السهل أنه نقدر نجمع العاهل السعودي وبذلك الوقت أمير قطر بمطرح واحد يعني من شبه المستحيلات كانت هذه فرصة رح تكون شوفوا اللي أساسا خليهون يغيبوا يعني شو الأسباب الرئيسية اللي دفعت لغيابه نسية مع أنه كان في عشرة من الأمرة ومن الرؤسة كانوا مأكدين هذا الفضل حقيقة يعني بنقلك شو أريد وهذا ما بيعبر عن رأيي يقال نحط بأول مرحلة ردة فعل اللي صارت ضد العلام الليبية وإلى ما هونيلي نعم اتنين في عندك قصة للضغوطات الأجنبية وخاصة الأمريكية مثل ما بقوله لشل موقف لأنه كان لبنان ضغط باتجاه تفويتة سوريا إعادة مثل ما بقوله الانتجريشن لسوريا بقلب الجامعة العربية وهذا العمر تم مثل ما بقوله عملوله سكويز أنه ما خلوه يروح للأخير عبر ضغوطات على الدول العربية حتى في الرئيس إذا مني غلطان التونسي نشد ضغط عليه يقال وفي الرئيس الصومالي كمان يلي بآخر لحظة في آخر سيناريو يلي هو بقوله أنه في جميع عربي على عدم رضا على الطبقة السياسية اللبنانية وتمحورها أكتر مع جانب 8 أزار ويلي هو مثل ما بقوله شادد أكتر للجهة والمحور الإيراني وهذا العمر بقوله أنه معبرين عن عدم رضا على هذا الموضوع أنا باعتقادي الشخصي هلأ هون صار رأيي باعتقادي الشخصي أنا بغض النظر عن السبب الحقيقي اللي يخليهم يمنعوا أو يخليهم منعهم أن يجوا باعتقادي أنا أنه في عندنا خلافات كتير كبيرة بالعالم العربي يعني يلي قلتوا أنا أنه نحن صحيح أبرزنا للعالم أنه عندنا خلافات داخلية نحن بهذا القمة أبرزنا للعالم أنه عندنا خلافات داخلية بس هذه الخلافات الداخلية بيّنت حجمها كتير صغير مقابل الخلافات العربية وحقيقة يعني كنا بعتزر على هالطريقة اللي بديوهولة بس بيّدنا نحن خلافاتنا ولدية قدام الخلافات الستراتيجية يلي بتقسم الدول العربية فيما بينها وهذا الأمر يعني أنا عم بتخيل شكل القمة بتونس بعد شهرين أو ثلاثة شهر من هلأ بيهي بشهر أزارة زمني غلطان يعني بعد شهرين من هلأ عم بتخيل كيف شكل القمة بتونس رح يكون بالتواجد السياسي لما بدنا نقعد لما بدنا نقعده العرب لأنه إذا بتلاحظي ستنا الكريمي أساساً كان في عندي قطبين قطبين بالخلافات العربية يعني هكي كانوا موزعين كانوا يقولوا دول الممانعة وبالتالي دول الأخرى اليوم صرت الخلافات سنائية يعني بين سوريا من جهة وبين دول عربية من جهة بين قطر وبين الدول الخليجية بين قطر وبين سوريا لأنه كمان مثل ما قالوا أنه قطر كانت من أكتر اللي عارضوا عودة سوريا للجمعة العربية عندنا مشاكل إذا بدك بين مصر وبين كمان قطر يعني في عندك مشاكل بعلمنا العربي صارت مشاكل سنائية وهذا التشرزم مثل ما قالت مبارح بإحدى المقابلات قلت أنه هذا التشرزم ممصيب كبير للعالم العربي كان يؤمل أنه لبنان يكون هيك بأحاضنة لإعادة وصل من قطع يعني راحت هالفرصة هلأ هذا كان أملنا بس أملنا كان كتير كبير يعني كنا حاطين الهدف كتير عالي لأنه كمان ما بدك تنسي ستنا الكريمي حجم لبنان حجم لبنان السياسي وحجم لبنان الاقتصادي لبنان ما أنه هالدولة الكبيرة الضخمة ده حتى يقدر يعملها يمكن كان لبنان بالأمل أنه مثل ما بقوله بالموني على الدول العربية من ورا ما عرف مثلا مثل ما بقوله أنه الأمير قطر إجا من بعض اتصال فخامة الرئيس معه يعني معناته أنه فيه عندك مثل ما بقوله كان عم يشتغلوا بالموني أكتر من ما عم يشتغلوا بالوزن السياسي ولكن ناتج المحل الإجمالي طبع كل الدول العربية إذا جمعته مع بعضه ويطلع أكتر من 3000 مليار دولار 3 تريليون دولار يعني هذا إذا لو نحن اتفعالنا مع بعضنا وحكينا مع بعضنا وقدرنا نفعل الاقتصادات يكون فيه تبادل اقتصادي مثل ما لازم يكون فيه استثمارات مثل ما لازم نحن منطلع كعالم عربي من أول 4 أو 5 دول اقتصادية بالعالم بالنسبة لمشاركة أمير قطر هل بتعتقد دكتورة عجياء أنه ما بعدها سيكون مختلف عم قبلها يعني هل رح تكون لها تدعيات على لبنان بشكل خاص يعني هل سترتب تدعيات في المرحلة المقبلة لا ما بعتقد أنا حقيقة وهني بكل صدق عم بحكيك إياه بكل صدق أنا بعتقد أنه كل الدول العربية بيبيدلونا مثل ما بيقولوا شعور عن جد أخوة أنا هادي عندي عنية عفية هل يمكن بعارضوا سياسات بعض الأطراف بس كانوا يتفهموا هذا العمر اليوم بدأ وكأنه لا لا بعدهم لحد هل لعم يتفهموا بس يمكن عم بيعبروا عن غضبهم أكتر بعدهم لحد هل لعم يتفهموا وبعتقد أنه ما رح يتغير شيء العلاقات بين لبنان وبين قطر مثل ما كانت مثل ما هلأ هي ومثل ما رح تضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية كمان زيت الشيء العلاقات مع الإمارات كمان زيت الشيء يعني بي رح تسمع التصريح للسفير الإماراتي عن الموضوع القمة يعني بيبين حقيقة أنه لا هذا فيه روابط معينة مش ممكن أنه تتغير هذه الروابط الوزير جبران بسيل بحديثه عن مشاركة الأمير القطري وصفها بخرق الحصار هالكلمة أثارت بحسب جريدة اللواء حفيزة دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء بالوفد العربي شارك بالقمة أعرب عن استياءه أمام المسؤولين اللبنانيين من تصريحات بسيل يعني توصيف هالزيارة بأنه خرقت الحصار على لبنان وغيره هلأ هو منوش حصار على لبنان لازم نعرف هو حصار يمكن كان على القمة إذا بدك تشبهي فيك تقولي يمكن كان حصار على القمة إنه ما بديه شيء بس ما كان حصار على لبنان بحياته متل ما بقوله ما كان في حصار على لبنان فيه متل ما بقوله عظم رضا عن عدد معين من النقاط اللي عم تصير بلبنان بس ما بحياته كان حصار أنا بعتقد إنه الوزير بسيل كمان يعني متل ما بقوله صار مخضرم بالسياسة أوهات يمكن كمان ما بقوله هاكي بحط شوية تحر بتصريحه يمكن يمكن يعني هلا هي هري تخمينات بس إنه بعتقد لا إلى حد معين ننكسر الحصار على القمة على القمة نفسها الديار بتقول إنه قطر رح تأسس صندوق بقيمة 5 مليارات دولار شرط إنه تتألف الحكومة اللبنانية وإنه يصير إصلاح اقتصادي في لبنان ممكن يكون ورد مثل هذا الشيء باللقاء اللي جمع الرئيس عون هلا مبارح مبارح هي تنطلقات الخبرية إنه دفع التكاليف القمة دفع التكاليف القمة وشو اسمه وحطوا وديعة بمصرف لبنان ورح يساعدوا بعض الوزارات بمساعدات عينية هلا رجع تكذب الخبر هلا إحنا ما فينا نقدر نقول بس أنا أكيد إنه الدول العربية بهم أنه يصير في حكومة بلبنان بهم أنه يصير في حكومة ممكن تنفسهم يعني يستفيد منه لبنان إيجابيا ده نفس هالدول العربية مع بعض بدل ما بالعكس التنافس التنافس على لبنان هو تنافس متل ما بقولوا حتى يدفشوه نحو الأفضل هلا أعوني اللي نحنا منختلف يمكن بالرؤية أو بحسب انتمائي المذهب الحزب الطائفي بلبنان اختلف مع نظرة الدول العربية لما بيقولوا أنه بدون يدفشوه نحو الأفضل يعني تشكيل الحكومة أكيد أنا بدون تشكيل الحكومة أكيد أنا ما عندي ولا شك لحظة لا من ناحية قطر ولا من ناحية المملكة العربية السعودية ولا من ناحية الإمارات ولا من أي ناحية أي دولة عربية حقيقة بنويها أنه بدون لبنان أنه يشكل حكومته بس مثل ما قلت لحضرتك هلأ هوني صار حسب انتمائنا نحن المذهب بتختلف هذه النظرة واختلف هذه النظرة أكيد بيخلينا نقول أنه يمكن ايه والله في نوع من المنافسة بس هذا تحليلنا تحليلنا أنا بعتقد حد زيتا وما بعرف إذا حضرتك بتوافقيني الرأي ولا لا بس بحسب رأيك أنت هل في اختلاف لنظرة للنظرة النظرة القطرية للحكومة اللبنانية في خلاف مع النظرة السعودية للحكومة اللبنانية ما بعتقد يعني أنا بحسب بحسب ما شفت ما بعتقد أنه فيه اختلاف ولكن رح يكون فيه منافسة وهوني بشاركي كل رأيك وبوافق على اللي تفضلت فيه على التأثير على الصحة السياسية اللبنانية ايه هلأ إذا بدنا نقول يعني الجانب الإجابة من كل هالمشهد اللي شفنا مبارح كيف ممكن لبنان يستفيد منه ويقرشه بحياته اليومية أنا بقول يعني أول نقطة يعني مثل ما قالت لحضرتك أنه هي حياتا كانت الثابات الأمنية أثبتنا أمنيا أنه نحنا بلد لقط لقط أمنه يعني كيف بدوا يستثمر نتيجة هذي هذي حضرتك ما بتشوفيها بس هي بتنعكس بالأسواق المالية الأسواق المالية بتشوف كل شي الأسواق المالية هي من أكتر إذا بدك الجهات اللي بتري ورح بتشوفي بتنعكس بشي بيسموه CDS يعني رح بتشوفي أنه CDS أنه بالمخاطر أنه CDS هاو مثل كونتريات على سندات الخزينة اللبنينية بتشوفي أنه نبلش وننزلوا لأنه في عندك حدث صار وأثبت لبنان أنه على الدل بيئموه من المخاطر نعم يعني اليوم لازم نرأي بالأسواق اليوم لا لا خلاص هذه إنتيجريتت وهذه إيجابية مثل ما بقول بس خليني كفيلك شو اللي رح يستفيد منه لبنان لبنان أثبت على الرغم من كل شي أنه قادر يحكي مع كل البلدان العربية وأنه منه طرف سمعت اليوم بإحدى الإزاعات أنا وجي لهاني على إزاعاتكم الكريمة سمعت على إحدى الإزاعات على الراديو وعم بيقولوا أنه اللي تبين من القمة أنه والله لبنان صار بمحور بمحور وإلى ما هناك أنا بالنسبة لقلي ما بعرف اتفاجأت بهذا التحليل هذا لأنه مش بالضرورة هذه الحقيقة اللبناني لتلك نسيجنا اللبناني ربطنا مع الكل عشان هيك علاقتنا قادرين نحكي مع الكل قادرين نحكي مع المملكة العربية السعودية قادرين نحكي مع الإمارات مع قطر مع إيران قادرين نحكي مع الكل عشان هيك بعتقد أنا أنه هذه كمان النقطة الإيجابية التانية أثبتتها القمة أنه نحن قادرين نحكي مع الكل مع الكل وهذه شغلة كتير أساسية هلأ فغامت الرئيس بهذا الطرح اللي بيخص مصرف مصرف الإعمار أيوة مصرف لإعادة الإعمار المصرف العربي لإعادة الإعمار والتنمية نعم بإحدى الإيليات كان عم بقول أنه بده يصير فيه لجان داخلية تجتمع مع اللجان العربية ويكون في برمي لهذا الوفد العربي على صعيد على صعيد الدول العربية يعني معناتها هذه عم بنقول نحن أنه هذه التدعيات مباشرة أنه رح نزيد التواصل لأنه نحن بالأحوال العادية شو تواصلنا مع المملكة العربية السعودية أو مع قطر أو مع أي دولة عربية تانية التواصل عم بيكون ديبلوماسي بحث بس هانا عم تحكي بأمور عملية إذا حقيقة هذه الإلية تثبتت وكان فيه إلى تقبل من قبل الدول العربية هذه ممكن تثبت دور لبنان كدولة ديبلوماسية من الدرجة الأولى على هذا الصعيد لأنها عم تقدر تخرق هل الشئ هذا هنا نظرية فصل الاقتصاد عن السياسة يعني يقال أنه بلبنان الأولى تؤثر على الثانية أو تتأثر بها بالقلب بالنسبة للعلاقة بين الدول العربية ممكن الوصول لمحل أنه لتعاون الاقتصاد يكون منفصل عن الموقف السياسي أنا بستبعد حقيقة أنا بستبعد يعني بقول بأحد المقالات اللي كتبتن يمكن مش أربع سنين أو خمس سنين حتى عم بحكي عن الثقافة عندنا بلبنان لأنه هي تخوين يعني إذا زعلت منك بالسياسة بخونك بخليك تصيري عميلي بعطلك بعطل الأمور الاقتصادية وهذه خاصة عربية لبناني بيتميز فيها بينفرد فيها لأنه بيجي يمكن بالدرجة الأولى بالتعطيل بس فعليا على الأرض هذه خاصة عربية ورجعت بالتاريخ بتاريخ هذا المقال رجعت بالتاريخ لورا لأيام العرب وقت اللي كانوا يستساعدوا بالإنجليز حتى يطردوا الأتراك من الشبه الجزيرة العربية وإلى مهنالك يعني رجعت بالتاريخ لورا اللي تبين أنه عطول في عنا هذه الثقافة ثقافة التخوين لبعضنا إذا كنا غير متفقين غير متفقين بالسياسة غالين يقول وهذا الأمر بينعكس بالاقتصاد فإذا تعطيل كتير صعب أنك تشوفي هالقدرة يكون عندي نضوج سياسي لدرجة أنه أفصل السياسي عن الاقتصاد هلأ مثلا مثل اليوم طالع تصريح إذا بتسمعيلي بس وخلصت هالجملي بإيطاليا طالع تصريح طالبي من الاتحاد الأوروبي يعقبوا فرنسا يحولوا فرنسا على مجلس ديبي لأنه عم بتساعد لأنه عم تستغل الدول الأفرئية وهذا عم بيخلي أنه يكون في هجرة على إيطاليا طيب هذا بلبنان إذا بنعمل هاك تصريح تضعي دولة عربية أطعط العلاقات رح بتشوفي أنه على الصعيد الاقتصادي ما في شي بيتأثر بس بالسياسي رح يختلف هذا السؤال حتى بلبنان أنه في حق ياريت الابتصاد والنقد والمال بينفصل عن السياسي لحتى ما تضل وحدة ناطرة تانية خلينا ناخد فاصل بعد ومباشرة بدي أسألك بالنسبة للقمة قصة النزوح السوري وإعمار سوريا لحتى نرجع ندخل على الموضوع اللبناني لحظات ونعود نعود لمتابعة الحلقة مع ضيفي دكتور جاسم عجاءة دكتور جاسم قبل ما ننقل للموضوع اللبناني بس لنختصر القمة العربية بحسب جريدة النهار نجح لبنان بإصدار بيان عن أزمة النازحين وذلك ببيان خاص عن القمة ونجح لبنان بعدم إدراج عبارة العودة الطوعية بل الآمنة يعني إضافة لها البيان إذا بدأ نختصر نتائج القمة بالعملة ما هي عمليا نحن بنعرف أنه كمان موضوع النزوح هو في شق سياسي يعني أكتر من ما هو فيه شقة يمكن اقتصادة نعم أقل له هذه البرسبشن هذه اللي بيشوفون الناس من بره حتى يعني معي للوزير المرعب يعني طلع ببيان بعض بالأمين الجامعة العربية بيان له أنه منه موافق إلى ما هنالك ومنها الأمور ما بعرف هذه كلمة الطوعية أنا شخصيا بعتذر ماني خبير بالسياسي بس ماني ما فهمت شو لاش هالقد مشدديني عليها أنه يعني بخيفوا أنه إذا كتبنا الطوعية يعني معنات أنه تكون هذه عامل توطين لإيلون هون طوعية يعني عامل تشجيع على البقاء بحسب من يعارضها بغض النظر عن كل شي نحن نعرف أنه في عدد معين من المؤسسات الدولية المؤسسات الإنسانية الدولية أكيد شجعت النسحين أنه يضلون هون بلبنان ويمكن خوفتهم أكتر من الرجوع إلى سوريا بس بدي أسألك سؤال وهون رح بتشوفي شو بقصة فيه بقصة كلمة الطوعية نحن بنسميهم النسحين لأنه نحن بنرفض فكرة أنه يكونوا لاجئين لأنه بيرجع بذكرنا بالليجئين الفلسطيني وأنه نقعدوا معايدوا شفال طيب في غيرنا بسميهم لاجئين طيب شو تغير على الأرض عرض الواقع شو عم يتغير ما عم يتغير أنا باعتقاد وهذا الأساس بالنسبة لملف النسحين بدوا يكون فيه إجراءات عملية على الأرض وهذه الإجراءات العملية يعني باعتقد أنا أنه الدول الكبرى ما بده هلأ الدول الكبرى ما بده هلأ أنه النسحين يرجعوا على سوريا المبادرة الروسية عم تشتغل على هالموضوع وكما يبدو يمكن كان متوقعين أنه تحقق أكتر بعد مصار في مجال يعني لماذا عم بتقول الدول الكبرى ما بده السؤال أنا لطلع حضرتك أنه أنا ماني خبير بالسياسة ولكن هذا قراءتي هيك الأولية اليوم روسية إذا بده شغله وأميركا ما بده إياه ما فيهم يقدروا بسهولة يعاملوها لأنه إذا بدك بيصير فيه اشتباك على الأرض هون في خطوط حمر للإشتباكات بين الدول يعني فيه مثل ما بقولوا عليمي بيطلع أنه خلص هون دقيت بالأحمر الدول الكبرى بيتفادوا أنه نشتبكوا مع بعض ونشتباك مباشر لذلك أنا باعتقاضي الشخصي إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسية نينات ونوافقين على المبادرة الروسية لن تصل إلى مكان المبادرة الروسية مش مش كمان هون فيه دور عن نظام السوري يلي قيل أنه تقدم له لوائح بمئات الأسماء يرفضها لأسباب وأسباب يعني هل هذه بتذكريني بقصة التشكيل الحكومي في أحد الأوقات سمعت يعني أنه مثل ما بقولوا كتلي معينة عم بقولوا أنه حكومي بدون ما بتصير لأنه فيه تعقيدات ومعروف لقاء تشاوري لا بس أنه بغض النظر أنا ما بدي يسمى ما بدي فوت بس أنه هذه زيت الإحاء لأنه عارفين أنه ما في حكومي لأنه فيه تعيدات كتير كبيرة تعيدات إقليمية وإلى ما هناك كبروا الحجر كتير عم 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 عملوا هذه المعادلية اللي متبعين وعملوها أنه يمكن ما يطلع لك ولا شيء ولا وزير فإذا هذا بس نقول أنه بس تعرف أنه فيه إشكالية بتصير تكبر الحجر بتصير تكبر الحجر كتير تتعطي وزن لحالك أنا ما بعتقد أنه الأمر بس متوقف على طرف اليوم الثنائي يلي بيقدر يفرض إرادة بس يكونوا متوفقين عليها هو الثنائي الأمريكي الروسي والأمر مش بييد اللاعبين الإقليميين هل هي عوضة للحرب الباردة بأشكال أخرى لا بالعكس أنا بعتقد أنه هلأ عم يلاقوا طريقة زكية تيتقصموا الجبنة اليوم بسوريا إعادة إعمار سوريا ما تفكريها سيدة الكريمة سهلة سيدة رولا في عندك أكتر من 200 وعم يحكي عن 300 مليار دولار إعادة إعمار نهيكي عن شق تاني كمان هذا بعد ما فتنا فيه وبعد ما عامين حكى عنه حتى لو أنا شخصيا حكيت عنه بال2013 بس رح تشوفي بكرة رح يرجع اللي هو موضوع الثروة النفطية اللي موجودة بالبحر اللي تابعة لسوريا هذي كمان هلأ اليوم يقال أنه صار في اتفاية بين الحكومة السورية وبين الحكومة الروسية يعني اتنها سوى الروسية والسورية اتفقوا كرميل استخراج النفط والغاز من هونيك بس هذه اللعبة بعدها ما انتهت يعني في عندك مقومات بسوريا رح تخلي انه سوريا يصير في عندها اهمية اقتصادية كتير كبيرة ومش بالسهل انه تكون الامور انه تكون يفكانت لانه لبنان قرر انه يفوت يشارك بإعادة عمار سوريا يعني خلاص صار ما هون السؤال هل هيك يعني توقع او تمني بانه لبنان تكون له الحصة الاسد او يكون البلاتفورم للانطلاق نحو اعمار سوريا منه بمحله اذا بتسمحيلي بدك تعطيني دقيق تان بس تحكي عن هذا الموضوع لانه انا كتير بيهمني هذا الموضوع وكتير فيت فيه هلأ نشرت جريدة الاخبار وما بعرف يعني صحة الخبر بس انه موجود بقلب يعني بقلب المقال موجود المستند اللي عم يحكي عنه نشرت انه السفارة اللبنانية بالولادة بواشنطن سألت الخارجية الامريكية اذا كان عندهم اعتراض انهم يدعوا السورية للقمة واجه الجواب انه ما منحبز يعني وفيكن تعملوا بس نال نحبز يعني من المفضل انه ما يصير هالأمر هذا رجعوا بكفوا بقولوا انه بدكن تنتبهوا بس انه اي اعادة اي مشاركة انه على الناحية النقدي انه تحويل المالي او على الصعيد اللوجيستي اعادة المشاركة باعادة اعمار سوريا هذي رح اتعرض لبنان لعقوبات وهون صار فيه استنفرات وإلى ما هنالك ورد شوي صغيري بالطريقة اللبنانية العنفواني اللبناني انه انا ما احدا بيحددلي اذا انا بدي بدي روح اشتغل بسوريا بدي ساعد ولا لا انا اللي عم بقولوا نحنا ما بنحمل عقوبات لبنان ما بيحمل عقوبات لبنان على الصعيد النقدي يعني او على الصعيد المالي اللي نفكر انه بيقدر انه اذا ايه هذا دغري تاني نهار نحنا بنقشط بالارض بنصير مثل الغابة يعني ما بقعد في حدا يقدر يمشي على الطريق لانه النظامنا كله اذا بديك حتى النظام السياسي ركيزته المخفية هي النظام المالي والنظام النقدي اللي بدي اقوله نعم لبنان اختير كمنصة لاعادة اعمار سوريا من قبل الدول الاجنبية وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الامريكية بس مش نحنا اللي منعر اي ساعة مننا نشارك بنعمل عملية اطلاق هذا الامر اللي بيقرر بهذا الموضوع هو الولايات المتحدة الامريكية سئلت على احد المحطات انه مش الحكية منه منه مضبوط لانه الرئيس السوري بشار الاسد قال باحد المقابلات انه مرح يخلي الروسية والصين وايران يعني الاصدقاء اكيد انه هي القرار بيد سوريا بس انا في عطله القرار كولايات متحنين امريكية فيها تعطله لانه العمليات العسكرية على الارض بعد ما انتهت سبترولا البيب يوقفوا اعادة العمار بكل السوري لانه لا يمكن ولا شركة تقدر تقبل تجي على تستثمر بمبالغ اذا ما في سبت سبت امني عشان هيك انا باعتقادي الحل السياسي بسوريا ما عاد بعيد بس منكون غلطانين احنا كلبنانيين اذا ما نفكر انه نحنا اللي منحط الطاريخ بهالشق هادا هل اصلا النظام السوري هو بيقدر يمنع او يقبل يعني هل السلطة بيده مطرح ما هو موجود ست رولا السلطة بيده ايه بس اصام كبيرة من سوريا ما عاد الوهو انا ما بعرف حقيقة على الارض لاني مني مثل ما قالت لحضرتك منه مني مهتم بالشق السياسي بس المناطق اللي مسيطر عليها واللي هي 80% بتصير بمنطقة المحازية للشط والمحازية للبنان 90% من النشاط الاقتصادي بيصير بها المناطق هذي حسب ما بعرف انه هذي تحت سيطرة النظام وبالتالي اكيد بمنطقته هو اللي بيقرر اذا بيوافق ولا ما بيوافق بس انا اللي عم بقوله بحال وفق من بره بيقدروا يعطلوا الشق العسكر نعم وصلت الفكرة لحظات مع فاصل بعدها مباشرة نعود لمتابعة الحلقة بالقسم الثالث والاخير نعود لمتابعة الحلقة بالقسم الثالث والاخير دكتور عجاء قبل ما اكمل بالمواضيع اللي محضرينهم بسيئة الحلقة تحديدا عن الوضع النقدي والميلي لفت خبر يعني صدر اليوم عن أن قطر ستدعم الاقتصاد اللبناني بخمسمائة مليون دولار كاستثمار بسندات الحكومة اللبنانية دعما للاقتصاد شو تعليقك هذا يمكن أول نتائج للقمة أنا بقا هلاء هذه بعتقد أنه ما إلا دخل بالقمة أنا بعتقد مثل ما قلت لحضرتك يعني القطر والمملكة العربية السعودية وكلون هذا يعني بعتقد أنه بدهم مصلحة لبنان بس إذا بتسمحي لي بدي صحح بعرف أنه حضرتك إريتي من العواج اللي عم تجي من العواج اللي عم تجي بس معني شي بدي انتقاد هذا ليس لدعم الاقتصاد اللبناني هذا الشو اسم هو هذا لدعم المالية العامة ولدعم الليرة اللبنانية بشكل غير مباشر بس هو لدعم المالية العامة لأنه هك في مسؤولية على رئيس مجلس الوزراء الرئيس الحريري أنه يتابع الشق المالي فيما يتعلق بالأمر وخصوصا أنه نحن بحكومة تصريف أعمال ما في عندي حكومة أصيلة حتى يشوف الإنفاق لأنه إذا هاو عن جد إجهو يعني معناتها أول ردة فعلا رح تكون انخفاض الفويت انخفاض الفويت إذا بتسمعي حضرتك انخفاض الفويت يعني معناتها أنه أنا ما بقى في عندي طلب كبير للدولة على الأموال يصير يتراجعوا للفويت هذا الأمر بتمنى أنا من دولة الرئيس الحريري أنه يتابع الملف هذا بالتعاون أكيد مع الوزير المعني اللي هو معي للوزير علي حسن خليل لأنه هذا الأمر كتير مهم بالنسبة للفويت يالي هي أكيد بتحدد مستقبل الاقتصاد خوف من أنه هالموضوع يروح بإطار المزيدات يعني مزيدات أو يروح للجهة الغير مخولة بمتابعته هلأ هوني عم نخلط شغلتان أكيد رح يصير في مزيدات ورح يصير فيه إلى ما هناك اشتباك سياسي مين وكيف وليش وإلى ما هناك هذا رح نزيعه على جنب هلأ اللي بعرفه أنا أنه أرقام وزارة المال بأول ست شهر من الـ 2018 اللي معما ييهون أثبتت أنه الوزراء أنفقوا بنسبة كتير كبيرة أنفقوا بحدود الـ 2000 مليار ليرة زيادة عن ما هو محطوط بموازنة الـ 2018 وهذا الأمر غير مقبول هلأ الوزير علي حسن خليل بده يوقف بحسب المستقبل بده ياخد قرار بيوقف صرف الأموال وفقها لقاعدة الـ 2012 هلأ اعتبارا من نهاية هالشهر هالشي بيلجم المثاريف شوي أنا ما عرفت شو معنات أنه بديوقف لا هو نحنا من المفروض أنه لازم نصرف على القاعدة الـ 2012 بس مش لازم نتخطى مش لازم نتخطى لأنه نحنا معنا موازنة بالـ 2019 نحنا هذا آخر هذا الشهر تحت الخبرية بآخر هذا الشهر صارنا عم نصرف على أساس الموازنة موازنة الـ 2012 يعني بياخد موازنة 2018 المقرة مش المحققة على الأرض يعني نقلتلك أنه هني تخطوا الانفاق اللي قررت بمجلس النواب وبيطبوها على أساس 12 شهر هالخلط يعني عم أعطيك أخبار أو عم أهرأ أخبار ومثل ما عم تتفضل وتقول هالخلط بالمفاهيم هيك باستخدام التعابير الاقتصادية أو المالية بدون إدراكة بدقة والدليل ياللي صار جمعة الماضية بنقل مقفحة جملة غلط بيخرب الدنيا أكيد أنا اللي بقولك هي سترولا وإذا بتسمحي لي اليوم إذا بتحكي بالاقتصاد ما بيجي بمشاهدين ما بيجي بقراء عشانك إذا بتلاحظي معظم البرامج يلي بتنعرض سياسية بالدرجة الأولى الناس بتهتم والاقتصاد بيجي بيبعدين بعيد يعني حتى أنا بالجرائد بشوف إذا بتطلع على الصفحة الأولى كلها عنوين سياسية إذا ما رأله بالغلط بيمرق له عنوان اقتصاد سلبي اقتصاد بيبه سلبي يعني مثلا مثل اليوم أنا كاتب بإحدى الصحف مقال عن وضع الليرة أنا بعتقد أنه هذا لازم يهم الناس يعني لازم يقروا الناس يعني مثل لحنا قراءة سوا حدثتك متطمن عن وضع الليرة بتعتبر أنه دخلت مرحلة جديدة يعني اعتبارا من هلأ أنه دخلت الليرة مرحلة جديدة وفي كثير وسائل عنده إياها حاكم مصرف لبنان هي اللي عم تمكنه من أنه يدافع عن الليرة اللبنانية ليش هالقد متطمن إلى وضع الليرة بوقت في خوف كبير عند اللبنانيين قبل خليني إذا بتسمحي لي الليرة اللبنانية هذه عم بيبين على الرسم الليرة اللبنانية قبل استقالة الرئيس الحريري ب2017 كانت على مستوى اليوم بس استقال الرئيس الحريري عملت زلزيل بالعالم المالي وما قدرت الزلزيل خلى أنه تصل لمستويات 1513 لكل دولار واحد اليوم اللي عم بقوله أنا أنه عم شوف أنه من أول كينون الأول 2018 رجعت لمستويات اللي كانت قبل استقالة الرئيس الحريري بال2017 هذا الأمر بطمن لأنه بعز دين الخلافات السياسية والاشتباك السياسي ما بعرف إذا فينا نرجع نحط للصورة يعني مثلا اشتباك القمة اللي سبق القمة إذا بتطلع عليه محطوط هاني مكتوب اشتباك سياسي ما قبل القمة لاحظة أنه ما أدري يغير شي على مثل ما بقوله السعر الصرف بالمطلق ما أدري هاي يعني عمل مثل بيك صغير يطلع كردة فعل بس ما عمل شي لا لأنه اليوم أظهر أنه رياض سلامي عنده سيطرة كاملة على الليرة سيطرة كاملة وما حدا بيقدر يعمل شي وهذا الأمر علمي بحث منه عاطفي يعني منه اندفاعي أول شي عنده أحطياط عم نلاحظ أنه كل ما بيطلع بنزل هذه ميكانيك اتنين هندسات المالية عنده هندسات مالية كل ما نقص الأحطياط بيقدر يزيده ثلاثة عنده الفوائد والفوائد شفنا أنه علية بيقولولك مثلا بسمع كثير أسئلي بيقولولي أنه يه أنت بتعرف ولو في كتلنا أنه ما بتخوف الفوائد العالية على الأد أنه هذه معناتها علامة انهيار بك لا يا غي بالعكس هو لو الفوائد واطية كان لازم نخاف اليوم ما منخاف لا لأنه الفوائد العالية هي ردة فعل طبيعية على وضع مثل الحرارة بس تطلع حرارتي أنا يعني معناتها في عندي شي مش طبيعي جوه مش هي المشكلة مش الحرارة بحد زيتها يعني منش الفوائد بعدين فيه مصدقيته لرياض سليم مصدقيته شخصية نعم وهذه النقطة بعد الناس ما قادرين يتخيلوها ممكن يجي نهار بعد بعد مثل ما بقولوا بس بدون يبقوا يعينوا شي حاكم مركزي جديد رح يشوفوا مشكلة المصدقية كيف رح تطلع ما فيكون تجيبوا شخص مجهول تعملوه حاكم مركزي شو هو السلاح الفتاك يلي حكيت عنه؟ أنه عنده سلاح فتاك بس ما شرحت هلأ هذا السلاح حقيقة نحنا أنا إيل أنه منتحفظ عطول عن ذكر اسمه لأنه في عامل المفاجأة عامل المفاجأة الأسواق المالية بتشتغل على عنصر المفاجأة لا لأنه بيعتبروا أنه في تساوب المعلومات بس تطلع لهم بشي مهني منهم متوعين وما بيعرفوه ما بيشوفوه دغري بتربحي عليهم فإذا المصرف المركزي إذا حدا نفكر أنه يضارب على الليرة بده ينجالها جوه يعني رح يخسر مصرياته رح يخسر مصرياته إذا نفكر يضارب على الليرة وبأكد لك أنه الطمعانين بالمضاربة على الليرة كتار كتير كتير كتار من الداخل من الداخل يا أخت اللبناني بنتبع مبدأ وبطبقه بشكل رهيب اللي هي المصلحة الزيتية العقلانية قداش فيه يربح حالي مصاري حتى لو أحساب الليرة اللبنانية وحتى لو أحساب السبات الكيان اللبناني ما بيأثر بس المهم عامل هال بتقول هالوضع السمود يعني ما لا يقل عن خمس سنوات بمعالك كمان استنادا إلى العوامل استنادا إلى محاكات قمت فيها بفرض أنه ما صار في حكومة ولا عملوا إصلاحات ولا عملوا شي أكيد بيقدر أنه يهدي بهالوضع بدون أي شكالية أقل شي خمس سنوات أكيد مش عم نفترض أنه صار في شي زلزال أو اشتبكوا الشباب بحرب طائفية جديدة أهلية جديدة إلى ما هوني لك ولكن بظل ظروف مثل هالظروف هذه فينا نهدي هلأ إذا بتسمعيلي إذا كانت تثبتت خبرية شراء السندات الخزينة من قبل قطر وإذا قامت المملكة العربية السعودية مشكورة سلف بالمثل هوني بطلت عم تحكي عن خمس سنين ست عم تحكي عن سنوات وسنوات حتى لو لم تتشكل الحكومة يعني سيدة الكريمة الناس ما بتوقف تأكل حضرتك وقفت تأكل وتشرب وتتحرك بالسيارة وتصر في بنزين وتروح على السينما لأنه ما في حكومة العامل النفسي يعني عدم الاستقرار السياسي عنده بيلعب دور نفسي كمان مية بالمية هذا بيلعب على الاستثمارات بيلعب على الاستثمارات يعني ما مزيد الاستثمارات الجديدة بس النشاط الاقتصادي بيضل مثل ما هو الناس بدأت ضل تأكل بدأت ضل تشرب بدأت ضل تروح تسهر بدأت ضل تروح على الشؤوس المتزلج فإذا هاو الأمور رح يضلوا الناس يعملوها وهذا بحق ذاته محرك للاقتصاد أوساط التيار الوطني الحرب تقول للأخبار أنه هالأسبوع هو حاسم على مستوى تشكيل الحكومة لم يعد ممكن الانتظار أكثر من ذلك هل هالكلام يشير إلى أنه خطوة ممكن يقوم فيها رئيس الجمهورية مثلا لا ما بعرف أنا اللي عرفته أنا اللي سمعته إذا بعتقد حضرتك سمعتينه الرئيس الحريري رغي سفرته لدابوس للتفرغ لهذا الموضوع للتفرغ لهذا الأمر لأنه أثبت أثبتت القمة أنه حقيقة يعني إذا مثل ما بقولوا نحنا مش بإيدينا نحنا خلصنا شوقنا أنه يعني محدد فضيلنا إيه لأنه في عنا خلافات عربية عربية مين اللي بديش يعمليك إلا يقال أنه السفير المصري مبارح براموا وعملوا وقربوا جهات نظر أنه مشكورة مصر مشكور السفير المصري بس إذا نحنا ما حلينا مشكلنا مع بعضنا المشكلة وين بالحكومة برأيك بالتلت المعطل يعني كمان اللواء بتقول أنه حزب الله قبلغ من يعانيهم الأمر أنه هو معارض لحصول الرئيس سعون والوزير بسيل على التلت المعطل لا أنا هاو الأمور السياسية مش كتير ضليع فيهم مش لك ما تركت لهم وقت كتير مش كتير ضليع فيهم ولكن راح قللك يعني أنه بغض النظر مين اللي راح يربع يعني هي القصة أنا شايفها هلأ بالنتيجة مواجهة ثلاثية مثل ما بقولوا بين الفخيمة الرئيس بين دولة الرئيس وبين الحزب يعني فيه واحد منه راح ينكسر حتى تقدر تتشكل الحكومة يعني هذا إذا كان القرار هو قرار داخلي بحث ينكسر يعني ينكسر أو يتنازل هلأ هني بديك تشوفي مين اللي عم بيشوفه أنا بالنسبة لإلي يعني لحد هلأ هلأ بيمكن يقولولي أنه عم تستخف بالأمور كتير بس ما بعرف أنا أنه هالقرار هالقد أساسي بموضوع الحكومة اليوم بدي أقليك شغلة صغيرة إذا فيه أي موضوع بدي يصير بالحكومة إذا مكون من هالثلاث مكونات اللي هني اليوم بالوج يعني دولة الرئيس والتيار الوطني الحر والحزب إذا فيه واحد منه منه موافع على شغلة لا يمكن تسير لا يمكن تسير لا يمكن تسير هو عحدا يفكر أنه بتسير تاني نهار بتلاقي في حرب أهلية نحن هذا أول اللي مثل ما بولو أنا هذا اللي مش قادر أني أفهمه أنا باعتقاد الشخصي عنا مصلحة أنه تركب الحكومة اليوم قبل بكرة وعنا مصلحة أنه ندعمه للحريري لسبب كتير بسيط لأنه شخصه اليوم مقبول من قبل الأطراف وقدر يعمل عدد معين من الإصلاحات ما بعتقد أنا أنه وخاصة على الصعيد المالي ما بعتقد أنا أنه شخص آخر ممكن بالسهولة أنه يقدر يعمله لأنه إذا بدك هلأ بالوضع السياسي الحالي فيه نفور على عدد معين من الأشخاص هو مسائبي مثل ما بقوله عم يلعب دور الفكتار كوم ما يعني مثل ما بقوله الشخصية المشترك القاسم المشترك لمعظم الجهات السياسية وبالتالي بتمنى أنا عن جد بهالفترة هذه اللي بيقي إلى فخيمة الرئيس أنه يكون تتشكل حكومة الرئيس الحريري ويصير فيها إصلاحات شكرا لك دكتور جاسم على الجيئة أهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدين خلص الوقت إلى اللقاء شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة